هذه ليست موازنة، هذه أرقام دفترية لتمويل القطاع العام فقط لغير 94% من الموازنة هي موازنة تشغيلية يعني 50% منها معاشات، 40% هي كهرباء وصيانة الوزارات ومصاريف الوزارات وبيبقى فقط 6% للنمول الاقتصادي اللي هو منه شيء أصلاً وتانياً إذا نطلع على 6% اللي باقي هي أنجا بتكفي لصيانة يعني ما بتغطي العجز اللي نحن فيه طبعاً والهدر بازيل ماشي واعترفت الحكومة بهذه الموازنة بعجز 5.8% بوقت رح يطلع الرقم أكتر بكتير يعني أنا بتخيل الرقم رح يكون العجز بحدود 8.3% هذه الموازنة اللي وضعت قبل حرب غزة موازنة بحد زيتها مليئة بالضرايب بكل الاتجاهات علماً أنه البلفزلك بتقول أنه هني ما رح يدقه بالمواطن ويضيقه بالمواطن قبل غيره مش ضيقه إلا بالمواطن لأنه رح يلي بكل بساطة لأنه اليوم عندما تحطي موازنة ضريبة على التاجر التاجر ما رح يتحملها هو حملها للمستهلك بده يحملها للمستهلك بده يعكسها على المستهلك ضربوا القطاع السياحة بأمه وأبو وهون بتمنى أنه ننتبه على شو عم بحكي راحوا على القطاع الوحيد يلي حرك الاقتصاد بها السنتين يلي حرك يلي هدى الاقتصاد هالسنتين لأنه فوت دولار من برا راحوا تواجعوا على هذا القطاع وسلخوه بكل الاتجاهات سلخوه بالضرايب سلخوه بإعادة تغيير الشطور سلخوه بإعادة هيكلة الليرة وحطوه على 89 ألف بكل الدرايب بوقت اللي المؤسسات السيحية ومالكي مؤسسات السيحية أموالهم محجوزة باللبنوكي على 15 ألف مثل كل اللبنانيين راحوا على قطاعات التجارة صار كل التجار مضربين درايب ما كانت أساسة موجودة مش بس انه عدلوا باللي موجود زادوا على التجار درايب على البراندينج يعني كل ماركة بتجيبية على التسجيل التجارة للمركات لحماية المركات اللي موجودة ضربوا كل واحد بيؤسس شركة جديدة اليوم بلبنان صارت كانت 1500 دولار 1600 دولار بتكلف اليوم صارت بتكلف 5500 وعم بيحكوا عن نمو بلد بده ينمى بنزل درايب وهي دي معروفة نعم ومين عم يدفع الدرايب يعني اليوم من الشركات الخاصة نحنا بنعرف في اقتصاد شرعي غير شرعي في اقتصاد مسجل مش مسجل اقتصاد الكاش اليوم ما بقى فينا نعرف احد الاشخاص بمقابلة التليفزيونية قال شي مهضوم وكتير ضيق قال هايدي الموازنة ضرايبة محطوطة ضرايب جغرافية من شكة لخلبة هايدي الموازنة ما لازم تقطع وبقال لهم للبنانية انه لازم تنزلوا على الشارع هالقدي واضح بخصوص هايدي الموازنة كارسية هاي الموازنة ستكون اكبر من كارسية موازنة سلسلة الرتب والرواتب والعجز فيها حيكون اكبر وما دخولكم يا اللبنانية حيقل عن 30% نزلوا على الشارع منعوا هاي الموازنة اثنين قافي عنو حلول ما حدا ييقسكن بس مش مع هاي الطبقة السياسية كي بتنشال ما شغلت انا بحكي اقتصاد ما بحكي سياسة ثلاثة بينا انو قادرين نعيش بلا دولة وهذا انظار للدولة انو تصلح حالة وقالنا رح يوصى الوقت الشعب يقول انا ما بقى بدي دولة او انا بقدر عيش لحالي